موسيقى 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 معكم الدكتور رامي ديب من شركة 3D Millies بالفيديو الماضي تحدثنا عن ديجيال دينس تريد سايد ووكفلو كامل بالعيادة وكان العنوان هاو تيضي ديجيال دينس تريد دينتال كينك وعملنا مثل ديمونستريشن بسيط عن الوركفلو ديجيال بالعيادة من شركة 3D Millies بهاد الفيديو راح نعمل ديجيال ديجيال من شركة 4D Millies تمان ديجيال بسيط اللي هو طبعا نرجع منذكر بالستبس تبعات ديجيال اللي هو بدنا ناخد اول شيء بدنا نعمل ابل كل شيء منعمل البركارات بعدين بدنا ناخد الديجيال طبعا نعمل بس خلصنا من هذا الديزان كله بعدين نروح لالكروبوكشن اللي هي الميليك ماشين منحول هذا الكراون 3D لحتى نقدر نحطه بتم المريض طبعا انا هلا شرحت لكم كيف بيكون النظري هلا بدنا نروح لحتى نطبق هذا الحكم النظري بشكل عملي بالترينيج سنتر تبعنا بالشركة تعبعونا الاخر الفيديو دائم قيمات بعدين نخوضها تبعونا بس لتغيبها اوزا نخوضها ولكنها نعمل نعمل بس نظري و هلأ فينا نبلش بالسكانيج هي اول بروسس بدنا نعملها لدينا هلأ الانتر اورل سكانر اللي هي ثريشيب هي بسكانر الناس بدي بلش هلأ اول شي اعمل سكان الحالي أنا عندي كراون بربيعيشن فرح اعمل اليوم الكيس عحالي رح اعمل اول شي سكان اللور جو بعدين البيت بدنا نعمل اول شي يعني نعمل نكتب اسم البيشن مسلا رح اكتب انا اسمي بدنا نكتب وبعدين نحط تمام بنسيف ومنحطه على البيشن هلأ هون بيختار انه انو لاب انا بدي اختار فانا رح اختار لانو انا عم بشتغل الكيس كله بعياتي فبعمل اول شي بيحط لي خيارات بدك تعمل او بدك تعمل فانا لا بس دي اعمل وعمل بيختار السن اللي انا بدي اعمل له اسكان او المنطقة وبحط نكست من فوق هون عم بيحط لي فبحطه بيتمي بعدين بكبس الزر بيبلش اسكاني بحرجيكم شنون هلأ بس خليس كمان برجع بكبس نفس الزر بتوقف السكانر بكون هيك خلصت اول خطوة او اول او اول اعملت له اسكان فيني كمان عندي اوبشن هيك بعمل هود لهذا الزر وبروح مثلا بعمل انو انا بدي شوفها من بعيد عن طريق السكانر بدي حرك عن طريق السكانر وشوف شو عملت اسكان انا بدون ما المس اللابتوب مثلا اذا كانوا ايدي يوسخين بالعيادة مشان ما المس اللابتوب بكون انا لامس السكانر بحرك عن طريق السكانر انو هي بترجب تتعقم مرة ثانية طبعا هذا التب اوتو كليفابل فيني حطه بالاوتو كليف وعقمه هلا متى ما خلص برجع بحط نيكست بنقلي على الابر جو ففيني بدي اخد الابر جو بنفس الطريقة فيني بدل التب طبعا هذا التب بيتحرك يعني فيني فيني شيلو حطو بالقلب هيك مشان انو اسهل للابر جو برجع نفس الشي كمان بحطو على الابر جو هو المنطق اللي بدي اعمل اسكان وبرجع بكبوس نفس الزر اللي هون برجع كمان ازا بدي شوف السكان طبعي بعمل هود للزر نفسه وبشوف السكان هلا عندي هون شوية نقص بي هون بهذا المحل عند ما في مشكلة برجع بحط سكان برجع برجع التب متل ما كان وبحط السكانة المحلة هلا هيك عندي صار السكان جاهز ما فيه ولا نقص ابدا ممتاز جدا حتى نعمل ننتقل لمرحلة الديزان هلا بدنا ننتقل بعدها لمرحلة ناخد البيت بنحط نيكست هلا البيت نفس الشي كمان بدي عض هنا وفوت السكان وكبوس الزر لحتى تبلش تعمل هلا هو بيحط لنا اوبشن ازا انا عم باخد فول ارش اوبشنين فعندي البيت اون وبيت او يعني باخد من جهة اول جهة اللي هي عم بيحط لي الجهة اليمين بعدين باخد من الجهة اليسار بس انا عندي هلا عم باخد سنجل يونت فما في مشكلة يعني باخد واحد هلا هيك خالص البيت هلا بحط بقى خلصت انا كل شي خلصت الابر خلصت الابر خلصت البيت خلصت البيت بحط نيكست صار الفايل عندي جاهز صار فيني روح بقى اعمل له مثلا اناليسس اناليسس هو انه انا بشوف البيت تبعي قديش مثلا قديش مثلا البعد بين الابر جو واللور جو مسلا قديش عندي المسافة هنا قديش مثلا بدي حط سماكة كراون او ازا كان الكراون عندي سماكته ممتازة او بده لسه كمان اكتر بدي ارفعه اكتر بنزله اه بدي يعني انا الاسس كامل للبيت تعطيني انا الاسس كاملة يعطيني الاسس اللي هو هلا عندي انا هاد الاخضر هو واحد ميلي عندي انا هون واحد ميلي في الكراون تبعي ممتاز البربريشن ممتاز بالنسبة لالارتفاع هاكي بكون خلصت من السكان وفيني انتقل بقى بعدين للدزاين بروسس وهلا بعد عملية ديجيتل سكانينج او ديجيتل امبريشن اللي اخذناها للبيشنط اللي هو انا بدنا نروح على ديزاين صوفتوير مثل ما حكينا بالفيديو الماضي حتى نعمل ديزاين تبع الكراون تبعنا او ديجيتل تري دي دي تبع الكراون نحط بالماث او على القرش او على والكونتاكت بين الكراون وكمان ما بين الكراون مع او المقابل سهلا بدنا نروح على ديزاين صوفتوير اللي هو اكسو كاتشير سايد ديزاين صوفتوير هون مثل ما حكينا منحط اسم الدكتور بعدين هون منحط مثلا اسم البيشنط اللي هو مثلا مقت اخترنا احنا مستر اكس لنقول او رح حط اسمي انا بما اني انا البيشنط رح اكتب رامي التكنيشن كمان في نحط اسم التكنيشن هون بس بما انه هاد بس بما انه هاد ديزان صوفتوير فما في داعي للتكنيشن لانه نحنا اللي عم نشتري الكيس كله بعدين نختار هون نعمل نعمل نختار نمبر 16 اللي هو الكراون نختار الماتيري اللي هي بلاس سيراميك وهون ازا عندي هدول ازا عندي مثلا امبلانت طبعا هون نحنا معنا كل شي هدول يعني فينى اعملون اخر شي كمان بختار السمنت غاب تبعي انا رح اختار اه بوينت سيكس متل ما حكينا المنموم رح اختاره كمان بما انه هو مولر بحط اوكي اه باختار اه باختار اه باختار اه باختار بعمل تبعي وبعدين بعمل تبعي اه بعمل تبعي اللي هو اه الكيس اللي انا عملت له الكراون تبعي اه سلميتها دكتر رامي كيس بنعمل متل ما عم يسألنا طبعا طلعت الحالة هلا هون البوزيشن الصحيح الكراون هو هيك نعمل هون اه بدي اعمل تبعي اه نعمل بعد ما خلصنا بيطلع عنا اه بهاي المرحلة اه طبعا احنا قريدين احنا عملنا حددنا شو هي اه بالنسبة ل انا رح خففها شوي بما انه تبعنا اه مانة كتير اه كبيرة او مانة شولدر انا بخففها بعملها يعني اه بعمل اه طبعا اللي جاي هو متل ما حكينا الماضي بفيديو الماضي اه كمان يفيني اختار اه اللي انا اه بشوف شكله مناسب مسلا اه انا بشوف بالنسبة لهذا السن او لهذا انا بشوف انا بشوف هنه هنه الافضل اه كشكل هيك مسلا هنا نختار هذا الشكل فينا نعمل اه اه طبعا منعمل اه اذا كل شي تمام شايفينه اه منعمل طبعا هون انا عندي لازم نضبط شوي بالشيب يعني انه ما كتير اه ضابط الشيب تبع الكراون مسلا انا بنزل انا عندي هون هدول الهاي ريج اختار ريج لانه اه منطقة صغيرة بدي نزل اه بالدقيم هدول المحلات العالية اهو الهاي كونتاكت اه الانترسكشن بين الاسنان بالدقيمة مشان يطلع عندي الكراون اه مية بالمية اه اه بروح الادابت كمان في عندي اوبشن كات انترسكشن مع الاكلوزل انا بحطه زيرو هون زيرو هو كافي اه بحطه زيرو امام معامل هيك صار الكنتاكت اه ممتاز مع الابوزل بروح على الابراكس الابراكس هو الكنتاكت فكمان بحط اه اه وممكن مسلا انا شوي زيد يعني يكون شوي اه كونتاكت زيادة مشان اه اضمن الكيس تكون زابطة او بقلب اه بقلب بعمل كات انترسكشن كمان بنفس الطريقة اوكي فلشي صار اوكي نسفل هذا الموضوع نروح نيكست هلأ صار الكراون عنا جاهز مية بالمية وصار فينا ناخده على او بعدد ديزان بروسس نروح على ميليك بروسس طبعا قبل الميليك بس بدنا نحضر الفايل باستخدام صوفتوير اسمه ايكام صوفتوير رح نستخدم هلأ ال ايكام V5 اللي هو من شركة اينس ايكور طبعا شو بنعمل باستخدام قبل الميليك بنحضر الفايل لحتى نعمله ميليك بنا نختار اول شيء الميليك ماشين اللي بدنا الاستخدام بالميليك وبننختار طبعا كمان البلوك المناسبة لهذا الكراون اللي احنا نعمله ميليك واللي بيناسب كمان الميليك ماشين نختار بعدين الماتيريال تبعنا اللي بدنا نعمل فيها الميليك وبعدها بدنا نحط السفورت تبع الكراون حتى ما يوقع الكراون طبعا هلأ بنروح على طبعا هذا ايكام V5 هو من شركة اينس ايكور اه هذا الهلأ بنعمل مفوت هون نعمل او نعمل اه بكتب هون الاسم طبعي اوكي هون طبعا بختار اه بهذا المحل بختار اه بعدين بختار بعدين اوكي هلا بدي حعمل اه لالفايل تبعي اللي هو هادي هو الفايل هادي هو الكراون تبعي اه فيني شوفه اعمله تشك من هون اه كله اوكي تمام تمام بعمل بعدين اه لالفايل هم يعمل لي طبعا اه هذا هو الفايل تبعي هذا هو الكراون بدي اعمل له اه بحطه اه بحط طبعا بيعرف لي هون لحاله هلا هون بختار بقى سماكة البلوك تبعي من هون اه بكتب بعدين بحط له اوكي اه بكتب كل شي هون اسم البلوك واللود كود اه ازا بدي اطبعه فيني اطبعه طبعا يعني طابعة بورقة يعطيني ورقة انه عمل هون هلا حطر لي او السبورت متل ما نكون شايفين هون اه هو لحاله فينا نعدلون طبعا اهم شي السبورت يكونوا ابعاد عن المارجن مشان ما يتكسر اثناء الملينك هلا هيك بدنا نروح على الملينك ماشين اللي هي عنا هاي طبعا اول شي بدنا ناخد الفايل تبعنا اه نعمله امبورت على الماشين وبعدين بدنا نحط البلوك تبعنا ونبلش نعمل ستارتنك وستارتنك هلا منشوف سوا شلون بدنا نعمل هاي العملية هلا اول شي بدنا نروح اول شي على الامبورت للفايل بدنا نعمل الامبورت للفايل من هون بيفتح لي انا طبعا حاطت الفلاش ميموري بالماشين من ورا في الى محل بنحط فيه الفلاش ميموري هي هاي بنختار هاد الفايل تبعنا هو هاد وبس عليك بستين هات بيصير بيعمله طبعا احنا محضرين الفايل كنا قبل متل ما شفنا على اي كام صفتوير عم يعمل هلا بيطلع لي الفايل اللي انا بحضرته هاد اسمه وبعد حط لي شو اللي انا بدي استخدمها او الماشين دي استخدمها اثناء الملي بعدها بحط وبلش العملية اللي هلا راح نشوفها سوا بس قبل ما حط انا بدي اعمل للبلوك اول شي بدي افتح الباب تبع الماكينة عندي هاي القطعة بدي امسك بمسك البلوك لي هي هاي عندي هون انا بحدد المحل تبعا لازم هذا ما يتغير لازم اما ان كل ما بدي استعمل البلوك احطها بنفس المحل هيك اعلم من هون المحل الاساسي تبعا عند هاد البرغي و اا بحطه بنفس المكان بنفس الوزيشن عشان ما اا عارف انا وين عملت ميلين وين ما عملت ميلين وين المحلات الفاضية والمحلات المليانة تمام هلا بحط البلوك هون عندي هاي بهذا المحل هيك حسب ما انا بحدد. تمام? بعدين بمسك هاي. بحطة هون. وبشد البراغي. هلا بسكر الباب بقى وبحط لماكينة بخليها تشتغل تبلش شغل. آآ راح نشوف سوا هلأ شلون راح تعمل ميلينج لآآ اللي نحن عملنا له شوي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هلا متل ما شفنا آآ خلصت الماكينة اخدت بس آآ سبتعاشر دقيقة حتى خلصيت. هلا بس نفتح الباب تبعه. بننظف هون حوالي. تنظيف هيك. بس مبدئي. حتى نقدر نطلع البلوك. وطبعا بعد ما نطلع البلوك بدنا آآ نقص آآ هذا الكراون اللي نحن حطينا. بعد ما نقصه بدنا نعمل البوست بروسسين. هلا بنحكي شوي عن البوست بروسسين. طبعا هون بس منفكه نرجع نفكه بنفس الطريقة اللي نطلعه. طبعا شايفين هلا الكراون صار جاهز حسب ما خضرناه نحنا صار جاهزها تشكله هلا بس نقطعه ونقصه بالمخبر. وآآ بنحطه بالستانين نعمله بالفرن. وبعد نعمل له بيكون جاهز آآ بنحطه بطم وخلص. طبعا هيك نكون خلصتنا آآ كاملة جاهزة آآ عن طريقة ايجداد 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 باستخدام النفس الطريقة نفس الوقف فيه كمان. بس نريد استخدام المتيريال تاني بلاس كراميك هالمرة. شكرا احتياج لمتابعة وان شاء الله بشوفكم في الفيديو اليوم. اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة